بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة أن يحدث المسلمين في أمر وعبد الله بن مسعود قادم إلى المسجد ولم يدخل لم يدخل من الباب فسمع النبي يقول للمسلمين اجلسوا فجلس مكانه عمد الباب أول ما النبي قال اجلسوا حاطر طب ثانية واحدة خش الجامعة لا مفيش ثانية مفيش ديئة واحدة خش النبي قول اجلسوا رأاه النبي وقال يا عبد الله ادخل زادك الله طوعية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود السمع والطاعة فيه بل هناك ما هو أشد من هذا رافع بن خديد رضي الله عنه وارضاه قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي سمع النبي بالنبي يا رافع وهو على بطن امرأتي قال فقمت ولم أنزل وأعتذر إليكم في هذه الموضوعات وإنما المقصود للكلام عن السمع والطاعة قال قمت ولم أنزل وخرجت فذكرت له قال إنه سمع لاتأخرت عليك كنت باغتسل أنا سمعتك قمت فورا قبل الإنزال فورا واغتسلت وخرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك إنما الماء من الماء ده كان في البداية يقول رافع ثم أمرنا بعد ذلك أن نغتسل يا النبي قال له لا عليك لكنت طلعت تعالى تقول لما الماء من الماء الماء تغتسل به من إنزال الماء أنت لم تنزل لا عليك أن لا تغتسل ده كان في البداية ثم أمرهم النبي وصلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بغض النظر عن الإنزال أم لا المقصود إنه أول ما سمع النبي نادي عليه وهو على بطن امرأتي فورا يقوم فورا السمع والطاعة في أي وقت وفي أي حالة من الحالات بل حالة حمزلة أنتم تعرفونها كان حديثة عهد بعرس لسه عريس جديد عريس جديد وسمع داعي الحرب يا خيل الله اركبي عرف إن النبي باعت منادي بينادي على الصحابة إنهم يخرجوا للقتال في غزوة أحد فقام من على امرأته من بين أحضانها وخرج إلى القتال للساحة فورا حتى قبل أن يغتسل فيه أمر جاي دلوقتي يبقى ينفس دلوقتي ويقوم دلوقتي في أي حالة وفي أي بضعة ما يعذرش نفسه يقول أنا عريس جديد أنا عريس طيب إيه ذنبها العروسة دي البني آدمة دي إيه ذنبها طيب ما فيه صحابة كتير طيب ما فيه كذا ما فيه عذر أول ما يسمع داعي الجهاد يقوم فورا دخل في القتال ووصل إلى أبي سفيان بن حرب القائد العام للمشركين في غزوة أحد قبل أن يسلم وكاد أن يقتله فعلا لسا حيقتله فرأاه شداد بن الأسود فحمى عليه فقتله أتى الحنظلة انتهت المعركة والنبي تفقد الشهداء والجرحة فرأى حنظلة يقتل منه الماء بنأط مية مبلول مية علما بأن الشهيد لا يغسل النبي مماشي الصحابة يغسله الشهداء الشهيد لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن بدمائه وحالته كما هو بالدم بالجرح بتاعه وبالثياب اللي عليه إلا أن كان فيه حديد أو قلود زي ما هو الشهيد يدفن طيب الشهداء دفنوا حنظلة مين اللي غسلوا والنبي لم يأمر أحدا بتغسيله ثم رأى ما لم يره الصحاب قال إن الملائكة لتغسله الآن اسألوا أهله ما شأنه ليه الملائكة بتغسله فيه ايه فسألوها فأخبرتهم حديث عهد عهد بعرس لما سمع الأمر النداء قام فورا دلوقتي الإسلام بيناديه الدعوة عيزاه الدين محتاج ليه السمع والطاعة في أي وقت في أي حالة من الحالات ما يحذر حتى نفسه ما يقولش أنا معذور أنا حديث عهد بعرس لسه حديث جديد لا 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 ما فيش دلوقتي وقابلوا رافع بن خديج أول ما يسمع أن يقوم دلوقتي في أي حالة والنبي يعتذر إلى رافع لعلنا أعجلناك وفي رواية لعلنا أقحطناك إنما الصحابة ما يعرفون الأعذار ولا المبرات في النفقة النبي قال له من نفقة في العسر واليسر أول إن لم يأمر بالنفقة له بكر يأتي بماله كل كل ماله ليه النبي أمر بالنفقة ما مطلوب نفقة دلوقتي الآن لصالح الإسلام والدعوة فيجيب كل ماله في النبي يسأله ماذا أبقيت لأهلك يقول لا شيء من الأموال ولكن أبقيت لهم الله ورسوله ربنا أحسن من المال لو سبت الأهل مال لها نسيب لهم رضا الله ورعاية الله وعناية الله تركت لهم الله ورسوله إنما المال كله جبته خلاص ما عادش مالي ولا أهلي ولا بيتي ولا عيالي الدعوة محتاجة الدين محتاجه الآن عمر يأتي بنصف مالي حتى الفقير الفقير أول النبي ما يأمر بالصدقة كان الفقير يأتي بملء كفه من الزرة هو عنده شهر الزرة في البيت ملو كفه راح يجيبه خلاص الدعوة محتاجهم دلو الدين بيحتاجهم في نفقة محتاجة الآن لابد من السمع والطاعة النبي قال النفقة النبي قال الصدقة ليس في بيته إلا كف من الزرة يذهب إلى البيت يأتي بكف الزرة خلاص دلوقتي النفقة دلوقتي في العسر في اليسر مطلوبة دلوقتي حاضر ما في عذر ما في مبر ما في حجة تحجج خلاص حتى النساء أولى النفقة يؤمر حاضر حاضر دلوقتي فورا من غير تأخير صلى النبي صلى سلم صلاة العيد ثم توجه إلى مصلى النساء مع بلال قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فجعلت المرأة تخلع حلقها وتخلع أسورتها وتخلع خاتمها وقلادتها أولى النفقة قال يا معشر النساء تصدقنا الصدقة تصدقوا كل واحدة دلوقتي قبل ما تروح البيت اللي تخلع الحلق واللي تخلع الخاتم واللي تخلع الإسورة واللي تخلع السلسلة دلوقتي الآن أولى النفقة تصدقوا حاضر سمعا وطاعة دلوقتي فورا الله دي النوعية اللي تأسست بها الدولة في المدينة دي النوعية اللي تأسست بها اللي تأسست بها الكيان القوي المتماسك في المدينة دي النوعيات دي الأوامر اللي النبي طلبه ودي التطبيقات بتاعت الصحابة في الأمر بالمعروف والنوع المنكر كذلك القيام في الله لا تأخذهم لو ما تلام كذلك ومنعوه عليه الصلاة والسلام مما منعوا منه نساءهم وأبنائهم المقصود المقصود دي أسس الدولة دولة يعني سمع وطاعة في المنشط والمكر كيان قوي يبقى فيه سمع وطاعة من غير سمع وطاعة في المنشط والمكر ما فيش دولة ما فيش كيان دولة معناها نفقة الكل يساهم في النفقات الموسر والمعصر الكل الغني والفقير الرجل والمرأة كله لما يفي احتجال للنفقة كله ينفق المعصر لازم ينفق مما عنده دولة دكيان دي مرحلة جديدة دولة معناها أمر بمعروف ونهي على المنكر لازم كله يتكلم كله يشارك كله يتحمل المسؤولية كله يغير المنكر بأداب تغيير المنكر كله يأمر بالمعروف يدعو إلى الخيرات لازم القل هي الدولة كده المرحلة الجديدة كده وإحنا في أعتاب مرحلة جديدة احتجنا إلى أن نرجع إلى رسول الله صلى الله وسلم كيف كيف أسسها كيف أسس للمرحلة الجديدة القادمة في المدينة الدولة في المدينة الكيان في المدينة والصحابة كيف فهموا الأمر هيوصل لحد فين هيوصل لحد فين ومهما يوصل عندهم الاستعداد تعاملوا مع الله وأحبوا دين الله جل وعلا كانوا على مستوى المسؤولية كانوا رجالا كانوا رجالا في نصرة الدين والإيمان والقرآن والحق والرسول عليه الصلاة والسلام أسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أسأل الله أن يستعملنا في دينه وأن يجعلنا من جنده الغالبين ومن حزبه المفلحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله أما بعد فهناك العديد من النماذج التطبيقية الأخرى لهذه الأوامر لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة في المنشط والمكرى وفي بعض الروايات في المنشط والكسل لما سن يكون كسلان ويجيله أمر ما عنده عذر لازم يستجيب من اللي كان بيتحجج ويعتذر ويلتمس لنفسه المبررات أهل النفاق المنافقون النبي يأمر بأمر يجيبوا حجج أعذار مبررات مثلا مثلا في غزوة تبوك الدنيا حر قالوا لا تنفروا في الحر الدنيا حر مش طلعين لب الصحابة امتثلوا لما النبي يقول خرجوا لقتال عدوكم يقولوا سمعنا وأعطعنا الدنيا برد كما كان في غزوة الخندق الدنيا حر في غزوة تبوك الكل يطلع في البرد والحر ما في مبرر دنيا ساعة يطلعوا الدنيا برد يطلعوا في مطر يطلعوا في رياح يطلعوا ما في أعذار طب الدنيا حر حر قائد شديد بردو يطلعوا في كل الأحوال إنما أهل النفاق يقولوا لا تنفروا في الحر قال الله قل نار جهنم أشد حرا وبعدين واحد يقول لنه والسلام ائذلي ولا تفتني أنا خايف أشوف نساء بني الأصفر فلا أتحمل فأقع في الزنة مبررات وأعذار ده أهل النفاق كل واحد يقول أنا أصطنى خايف أصطنى حران أصطنى كذا أصطنى كذا دي نوعية سيئة لا تقوم بها دولة الحمد لله الدولة قامت على المخلصين المخلص المخلص حاضر لبيك سمعا وطاعة الآن المخلص ما عنده ولا حتى يعذن نفسه دنيا سائعة يطلع دنيا حر يطلع عنده نفق قليل لبعض الصحابة في غزوة تابوك كانوا أحيانا يركبون ثمانية عشر رجلا على جمل اللي حيركب حييجي الدور عليه بعد سبعتاشر واحد إنه هو النمره تمنتاشر حيركب شوية وينزل ويركبه سبعتاشر واحد عبدالله ما ييجي عليه الدور ما عنده نفقة معسر وفقير ولكن فيه دلوقتي أمر يطلع قل سبحان الله الدولة كده الدولة القوية التي تنتصر وتغلب وتتمكن في الأرض تحتاج إلى نوعيات تحتاج إلى أداء تحتاج إلى فهم عميق هذا والكيان المتماسك القوي أما الذين يلتمسون لأنفسهم الأعذار والمبررات والحجج هؤلاء لا تقوم بهم دولة ولا كيان ولا تمكين ولا نصر ولا عزة ولا كرامة ولا سيادة مفيش نحن على أعتاب مرحلة جديدة كما ذكرت قائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيننا صحيح ولكن الأوامر باقية عرفنا الرسول أسس الدول على السمع والطاعة والنبي قالها عليه الصلاة والسلام في المنشة والمكره أو في المنشة والكزل خلاص لما الدعوة تحتاج إلى سمع وطاعة في مطلوبات في مطالب في أمور هامة جدا حاضر سمع وطاعة لما الدعوة والدين يحتاج إلى نفق إلى صدق إلى بذل إلى عطاء إلى إخراج حاضر في سبيل الله نحن نتعامل مع الله نحن نتقرب إلى الله نحن نسائم في نصرة دين الله وتمكينه وترشيخه في الأرض يبقى النفق ما تقولش أهلي وأولادي لا خلاص ما تقولش أنا محصر الآن تنفق لإحقاق الحق ترسيخ الشريعة وتمكين هذا الدين في الأرض نحن فضل الله على أعتاب مرحلة جديدة في كل البلاد مرحلة جديدة من عند الله وبتوفيق الله وبتأييد الله عز وجل نور الله قادم وشرع الله قادم ودين الله قادم مرحلة جديدة ولكنها تحتاج إلى أداء جديد إلى فهم جديد إلى نوعيات جديدة هي جديدة ولكنها قديمة فعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فماذا نحن فاعلون ونحن في المرحلة الجديدة وقد رأينا بفضل الله بشائر التمكين وبدايات التمكين وأوائل التمكين بفضل الله تبارك وتعالى ماذا نحن فاعلون هل نكون على مستوى المسئولية وعلى قدر المسئولية هل نرتفع إلى مسئولية هذا الدين العظيم أم لا ونقدم أسوأ الأمثلة هذا ما سيتضح في المرحلة المقبلة وأسعى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام واعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات اللهم اجعلنا من جندك الغالبين ومن حزبك المفلحين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا في خدمة دينك ولا تستبدلنا اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدلنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم يا مدبر الأمور دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم اجمع شبلنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا اللهم اجمع على الحق كلمتنا اللهم اجمع على الحق كلمتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم قوي شوكة المسلمين اللهم قوي شوكة المسلمين اللهم قوي شوكة المسلمين اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا وتوفنا وأن تراض عننا يا كريم اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا بالخير رددته ولا محروما إلا أعطيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا كربا إلا كشفته ولا هما ولا غما إلا نفسته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مجلس الشورى القادم سيتأخذ منه أعضاء لكتابة الدستور فعايزين يبقى لنا أعضاء كتير كل ما أعضاءنا يبقوا كتير فرصة في أن يتأخذ منهم أعداد للمشاركة في كتابة وصياغة الدستور الجديدة تبقى كبيرة ودين المعركة قادمة الحاجة الثانية أن هذه الأماكن مش عايزين نتركها للمنافقين أن يبقى هو عضو صحيح مش يعمل حاجة كتير بس ده مكانة برضه عضو ينتفع ويمكن يؤثر بطريق أو بآخر لأنه عضو في مجلس الشورى فإحنا نضيق على المنافقين أصحاب القلوب المريضة الكارهون لدين الله والرافضون لحكم الله تبارك وتعالى وغيرهم إلا على غير الملة برضو إحنا أولى نأخذ إحنا المقاعد بتاعة الشورى فإحنا نحرص على هذا في الانتخاب يوم الحد والاتنين فإحنا برضو بنخرج علشان نأيد حزب النور اللي داخل علشان يعني تطبيق الشريعة الإسلامية والحزب إن شاء الله هيحاول بكل جهده أن يتكتب في الدستور الجديد أن الشريعة الإسلامية مش مبالي الشريعة الإسلامية والأحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ربنا يوفاهم ويقدروا المقصود إحنا إحنا بنقاوم نلاقي فيه مقاومة في ناس مش عايزين كده يرفضون هذا فمجلس الشورى اللي جاي إذا ونتلك أهميته إن حيتاخد منه ناس لصياغة واكتابة الدستور حاجة التانية إحنا مش عايزين نوسع أماكن لأصحاب القلوب المريضة من أهل النفاق مرضى القلوب والذين يعملون لأجندات غربية خارجية اللي شغال مع C.I.A واللي شغال لحساب أوروبا واللي ألمانيا واللي فرنسا واللي أحوال يعني فدي يعني مهمة جدا فإحنا إن شاء الله بنشارك كذلك بنشجع الناس على الذهاب لأن العادة إن الشورى داس ما بتهتمش بيها كتير ولا بترحلها كتير فإحنا بديخذ الأمور بجدية وإن شاء الله بنخرج وبندعو الناس إلى المشاركة في التصويت الأعضاء الجداد في مجلس الشعب الحمد لله منهم طبعا يعني فضلا عن القوانين فهو قال يزود الكلمة دي بما لا يخالفه شرع الله بيقسم على احترام الدستور والقانون والرئيس الجمهورية وكذا وكذا بما لا يخالف شرع الله عز وجل والبعض قال لما يقول أنا أقسم على احترام الدستور الدستور فيه المادة التانية بتاعت الشريعة هذا يكفي هي وكانت نظر على أي لحوال المقصود أنه كان شيء جميل جدا أن تلاقي المجلس مليء كده بالليحة ما شاء الله وأي حد بيجي يتكلم تلاقي في الخلفية بتاعته إيه الليحة حاجة جميلة جدا وهذه كانت مقصودة الحقيقة وهي مش أسرار دي مش أسرار لأنه كان ممكن الإخوة الملتهين كلهم يتجمع في مكان واحد وبيت يعني فقالوا إحنا نتوزع على الناس بينا وبين الناس وممكن نكلم ده ممكن مش مديالهم فرص بنا ما بيسلموش عليهم فيه هم قالوا أسماء مش عايز أقول لكم عليها بس أسماء ما بيسلموش حتى على الإخوة كده يعني لو لقى ناس وقفين مع بعض يسلم على الناس اللي مش مرتاحين والمرتاحين ما بيسلمش عليهم طب أنتوا كنتوا بتتهمون إحنا ما بيسلمش على الناس هم دلاتي ما بيسلموش على الوافية على أي الأحوال الإخواننا في اليومين ثلاثة اللي كانوا هناك كانوا قاعدين في فندق فندق عشان هم هم الحمد لله مش عادل الوقت مية مية سبعة وعشين عضو الحمد لله ربنا يبارك فهم كانوا في فندق عشان يقدروا يتكلموا مع بعض وبتاعه وبعدين الفندق عشان ينتقلوا من الفندق لمجلس الشعب يركبوا اوتوبيس أو اوتوبيسات يعني فلقوا إن فيه كمية حراسة من الشرطة عجيبة جدا والموتسكلات والعربيات واحد من اللي عاديين في الوتوبيس كان معتقل قبل كده والسكة اللي ودوه فيها للمعتقل هي كانت السكة دي اللي ودوه منها مجلس الشعب هو عضو دلوقت ها مع الفارق دول أنا كنت في العربية وقدمين الموتسكلات موديان المعتقل هي نفس الموتسكلات والعربيات بس كانوا موديين وحتة تانية وإنه هدى الموتسكلات وبيقول الناس بقى يبص علينا ويدعو لنا ربنا معاك ها وقال لما كنت في المعتقل برضو ناس كانوا يبص لنا من فوق وقول ربنا معاك بس ايه ربنا معاك يا ربنا يصبرك في المرأة ربنا معاك وقالوا عن ناس تانية ربنا معاك المراضي تقول سبحان الله شوفوا الأيام دول ها يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى المقصود في بشاير خير في بشاير خير المحصول الرز محصول الرز زاد السنادي بنسبة 32% الله أكبر في الشهر 11 اللي فات ده جردوا الكميات لأن الرز زاد السنادي 32% الضرة زادت 33% الأمح 36% السنادي بس كويس كده أغرب حاجة بس معتام بارح ناس فالحين اتصروا بواحد قالوا له ما عندكش حد يشتري مننا قط قال لهم ما تودوك جمعية والمصانع قالوا المصانع واخد قط كفاية ومش لقين ودي فين الله أكبر وقلتلكوا أنا في المؤتمر لسبوع اللي فات اتنين من ضميات ما يعرفوش بعض اتنين صيادين يقول لك البحر سدي في كمية سمك السنادي عجيبة جدا وإن شاء الله يوصل لنا هنا بردو الدخيلة والمكسل هو جاي حتى جماعة المطرس أنتم حاسين المطرس السنادي السنادي يشتة كتير مش كده ولا ايه البعض يقول لنا أنا ساعان أنا محب فيش مطر يا راجل ده بركة ساعة ومطر وطين بس ده بركة ده خير لما كانوا موجودين الجماعة سبب ده كانوا شؤم علينا ده دينا كتناشفة ما فيش مطر كنا منصل ده الحمد لله شواء لما زاحوا شوف البركات اللي جاي من فوق ومن تحت من فوق المطر نازل السماء والبحر والأرض ولسه احنا لسه ده احنا احنا في البشاير زي موت احنا في على الأبواب على العتبة بتاعت التمكين وتسول السماء مطر كتير البحر سماء كتير الأرض وبعدين اللي قاعدوا يدوروا ايه اللي هو الأمحة زاد لسه نادي هو الفاسدين يا جماعة الماء الرز ما سيحتاج ماء كتير فكانوا مشغالين الماء لحسابهم والخاص اللي عنده مزرعة سمكية فكانوا يحولون الماء على المزرعة بتاعته ويقفلها على الفلاحين راحوا اهل الفساد راحت الماء في كل حتة كده بالعدل المحصول زاد حارب انت بس الفساد والمفسدين واحنا في البداية بقولك فيه خيرات احنا شايفين البشاير والله دي بشاير فاحنا عايزين بوده نكمل المشوار زي ما قلتلك الخير جاي ان شاء الله كتير واحنا نشتغل يا جماعة عن نقول فيه دولة جاية فيه دولة جاية فيه كيان قوي جاي وحتلاقي حرب حرب من كل حتة توقع هذا توقع هذا فاحنا بقى هنتصرف ازاي هو ده كان موضوع الخطبة موضوع الخطبة هل حنمشي بالسامع والطع طب هل حنمشي بالنفقة احتاجنا نفقات صدقات مساهمات وانت حتى ما تستناش انت اعرض انت اقول ممكن ان اساهم معاكم بحاجة اقدر اساهم بجودي اقدر اساهم بمالي اقدر اساهم بوقت دولة جاية محتاجة كل فرد مسئولية صعبة وتركة تقيلة لازم الكل يشيل دولة جاية وانت لك مصلحة فيها دولة الاسلام دولة القرآن دولة الشريعة الاسلامية الدور اللي جاي زي ما قلت لك فانت فكر كده لان المرحلة الجاية ما ينفعش واحد حتى يعذر الناس الفضل ان هو يعذر نفسه تعذرش نفسك انت ما تعذرش انت نفسك الليل ان شاء الله عندنا مسيرة مع صلاة من هنا احنا برضو نلف نذكر الناس بالحزب ومرشحي الحزب نطلع كده نذكر الناس بحزب النور وان كان حد من المرشحين هيبقى موجود برضو ما كانش حد من المرشحين فاحنا موجودين ان شاء الله يعني بالنيابة عنه كلنا كلنا احنا بنذكر الناس بالحزب واللي داخل يا جماعة وداخل عشان نفذ برنامج الحزب مش برنامج لشخصه هو انما الحزب له برنامج ولو حكم ولو اهداف مرحلة جديدة واسأل الله ان يوفقنا وان يعيننا وان يقوينا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم